السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله صحة كلها بس توجدوا في قناتكم سبور الله ديزاد مع قادم مرحبا بكم خوتي وبرك الله وفيكم على الدعم خوتي اليوم نعالج قضية زيارة الفانتينو إلى الجزائر هذه الزيارة التي كانت مقررة يوم 21 و 22 من هذا الشهر إلى الجزائر كانت عبارة عن مفاجأة من زدتي للسلطة أو لإثبات قدرات خير الدين زدتي أو 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 مع العلم أن الجاني الفانتينو كرئيس الاتحادية الدولية لكورة الأدم من بين الرؤساء التي تبعو مشاريع أو الشراكة التي وضعينها ما بين الاتحادات والفيفا تصيبها في أغندا تصيبها في موزنبيق تصيبها دائما هناك اتحادات التي تعطيها الفيفا مبالغ مالية لدعم مشاريع رياضية مثل مشروع قول مثل مشروع الفنادق مثل مشروع المؤسسات المختصة في أشأن الرياضي أكاديميات العلاج وعدة مشاريع تقدمها الفيفا ولا تقدم أغلفة مالية الفيفا لتطوير اللعبة يعني هذه الزيارة تحسب لخير الدين زدتي بش ما نقولوش أنه استطاع لكن أخطأ في الوقت أخطأ في الوقت وأخطأ في التفاصيل أنت في وقت في ما بينك وبين الوزارة هناك بعض نقطة اختلاف بش ما نقولوش كل واحد نقولو نقطة اختلاف أنت جاي في ذرف ذروك ورئيس الجمهورية راهيك يرجع رامي تكملو على تعديل حكومي ولا تعديل وزاري رامي هضرو على حل البرلمان ظروف الدولة وكان معطيات كبيرة ما تخليكش تزدعي ولا تقوم بدعوة رسمية لرئيس اتحادية العالمية أو اتحاد الدولي لكرة القدم اللي هي الفيفا هذه الاتحادية لميزانية تاحة بلك تتجاوز عدة دول عندها شركات اقتصادية أو بحد ذاتها هي شركة اقتصادية مقيومة أصلا على المال لما تشوفت الأعضاء التاحة يخلصوا ما بين يعني على الأعضاء التنفيذيين لماذا كل هذا التكالب على عضو اتحادية الدولية تسيبهم يخلصوا ثلاثمائة ألف أورو في العام مفاقط عضو أحسب من تعادل الموظفين في الفيفا من صحفيين من إطارات إطارات أكاديمية إطارات طبية وكفي إضافة إلى هذا تدعم مشاريع تطوير الكرة بمختلف أنواعها سواء مثل مشروع قول مشروع الإقامات مشروع كذلك الليزوتيل مشروع الملاعب الجوارية وعدة أمور وعدة أمور في البلدان النامية وغير النامية خاطئة دعم مشاريع كبيرة وكبيرة داخلها في بزنسك حل داخلها كما نقوله بالعامية بزنسك حل زيد عندها غورف يعني ميزانية ضخمة شركة اقتصادية متحولة رأس مالها مش عارفش خالي تجاوز من المليار دولار شوفوا المسابقات خاطئة الديرة عبر مختلف القارات كم تصرف عليها لضافة إلى العائد المالي من خلال الترويج التلفزيوني من خلال الإشهارات من خلال التعاملات يعني باش تتجيب رئيس تح هذه المنظمة لازم لك أول حاجة لازم لك موافقة الدولة ولازم تكون الظروف مسموحة لمالها لكي الدولة تستغل هذه الزيارة تستغل من حيث الشراكة من حيث بروز ولا دفع شخصيات إلى رئيس الهيئة من خلال استفادة من هذه الزيارة وترويجها كذلك تكون الأوضاع مستقرة لانتقال مثلا يستقبلوا رئيس الجمهورية لمالها يستقبلوا الوزير الأول يستقبلوا مع وزير الخارجية تكون هناك حوارات رئيس اللجنة الأولمبية ويكون هناك حوارات ويشوفوا لماذا التواجد الجزائري ليس مكاش على مستوى الفيفا ولا مكاش على الاتحاد الأفريقي وخاصة أن هناك مترشح ومترشحين في يد الدولة الجزائرية خاصة المترشح الجنوب الأفريقي هذا المترشح اللي ره يدعم فيه بطريقة غير مباشرة رئيس الاتحاد الدولي لو تعمل الجزائر عن طريق وزير الخارجية بوقدوم تعمل دور مهم هنا يكون عندك الفضل للجزائر أنه وصلت مرشح إلى رئاسة التكاف ونعرف العلاقات الجوهورية ما بين الاتحاد الجزائري ما بين الدولة الجزائرية ودولة جنوب أفريقيا ونعرف أن بناتهم بنود وحتى دخلين كعضوين أساسيين وممؤسسي الاتحاد الأفريقي نعرف أنهم طبيعة العلاقات ولا الخط اللي سيروا فيه خط واحد دعم كل منظمات التحرر دعم رفض الاستعمار في أفريقيا إضافة إلى هذا المشاريع اقتصادية وخاصة علاقات متينة ومتينة بين الجزائر وجنوب أفريقيا نتيجة للظروف من منديلا من 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 ومختلف الأمور كل هذه المعطيات تخليك التالك رئيس اتحادية تحاول تستغلها لكن في الوقت المناسب في الوقت المناسب هذه الأمور اللي تدير فيها دروك كنت درتها قبل ما تعلن ترشحك للمكتب التنفيذي في الفيفا لو درت هذه كنا احنا مراك لأنك تعمل في إيطار هذه زيارة الفيفا زيارة إيجابية لكن التايمينغ خطأ وخطأ لهذا المستشارين اللي تقام بدعوة الفانتينو عمل خطأ كذلك مرة أخرى خطأ تواصلي ما بين الدولة وإطار الدولة لأنك مجيبت يا يا واعد تخيل تيجى الفانتينو مكان يستقبله مكان ومكان يستقبله مكان ومكان يستقبله ماليك وميروح يستقبله رؤساء دول يعطيهم ويجعلهم يتحاول معه تكسب لجنة دولية كما هذه ليست لجنة دولية إنما اتحادية العالمية لكرة القادم شغل هي بابها أنت تجيبه بدعوة ما عندكش الأطر ولا الأطر الرسمية عندها أوضاع أهم من هذه الزيارة حاليا خاصة الأوضاع الداخلية لهذا كي نقولوا كي قالوا بللي المستشارين تاعك ولا المحيطة تاعك هو لدخلك في حيط وما زال غادي دخلك في حيط أنا قلت لك يا سيخير الدين الزتي أبدأت كالمي اللعب أبدأت كالمي اللعب خاتش ألاك أنا ضربك الوزارة كمؤسسة وكهيبة وكمؤسسة ضمن مؤسسات الدولة لازم كي ما احنا نقولو تكون عندك كلمتها تخيلت الوزارة تتراجع يعني هيبة الدولة سقطت وهيبة الوزارة سقطت يعني هذه المؤسسات ما عدناش حاجة منها هذه حاجة حاجة ثانية مؤسسة الدولة صدرة قرارات تطبق القرارات وسقطت حتى أنك عندك نظام داخلي تصير عليه في الاتحادية وتابعه للفيفا كل هذا النظام الداخلي مبني على نظام واحد وهو نظام الدولة الجزائرية يعني تايا انت هذه اللاصلية اللي عندك سواء في العلاقات أو الاتصالات أو الأمانة العامة أو السكرتارية العامة أو عدة موظفين على مستوى الاتحادية ما فيهمش واحد يصلح يرأي عليك ما فيهمش واحد يعطيك مثلا الأضرار والمنافع يعطيك الإيجابيات والسلبيات لكل خطوة تخطيها مثلا هذا التايمينج اللي قال لك ولي شارع عليك ربما تبغي تفاجأ الدولة بغي تضغط على الدولة بغي تقول راني عندي كذا راني عندي كذا يا أمور ربما ترم يقولوا عندك ناشناليتي لاو أعلم لاو أعلم يقولوا عندك ناشناليتي سويس ولا تسكن عندك إقامة في سويسرا ولا مش عارف أنا وينسكن أنا راني أنا في لوزان ما علي بالش إنتان عندك أي إقامة أو سبحان الله عندك ثقافة يعني تمكنك من كم احنا نقولوك تمكنك من تمييز بين الأمور بين الأمور لي الدولة أولى وأمور كان الرياضة أولى الدولة أولى في فرض القوانين تبع قوانينها أمور رياضية تكون دائما التنسيق مع الدولة أنت جايك شخصية كهذه الشخصية وعندها من الزاد وعندها من الحنكة وعندها من الرؤية تتجيبها مكان لقابله وزير الشباب بالتبع في خلاف معها كسموها إطارات الدولة مابينوبين شكو اللي قابله كيف تعطي صورة سيئة للجزائر هنا هو كرئيس الاتحادية الدولية لكرة قدم وعدة أمور هو رأي يقوم في حملة انتخابية لمرشح هذه حاجة بينه علاه رأي يقوم بهذه الحملة الانتخابية لحملة انتخابية تتعوه في قادم الأيام ولا قادم الأوام يعني شوف التكتيك والوقت لازم 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 أي منظمة أو أي اتحادية عندها المؤهلات كنقولوا مؤهلات يعني الكفاءات اللي ضايرة بها سواء خاصة الكفاءات اللي عندها اتصالات ذروك تايا جايب هذه الاصيلة الكومينيكاسيون ما شفني هاش قاعد خدم يعني من اللي بديتها خير الدين زجي ما خدمتش يعني أنا هذرو على اتحادية الجزائرية ما شوف ما صوفتك ما الكومينيكيتاح دايما روتار دايما خطأ فيه أخطأ فيه 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 كان بعض الأمور وبعض المواقف تحتاج بتحتاج ناس دو خبرة وبتحتاج رازانة إذا خرج البيان روتار يخرج بمفعولية وبآداء ويغطي المساحة ولا يغطي الوقت الضائع لما خرج فيه وإذا خرج فم فم لكن يكون مدروس وتكون عنده عواقب انت هذه الخطوات اللي تدير فيهم كن درتها مقبل ما تترشح للاتحادية الدولية لقوة القدم قرية الدولة والشعب يدعم فيه لكن عندما تقيس خطوة ترجع خطوات الراوة ولا يقولون لك دير هاك دير هاك رم يرجعوك ما مش مصلحة تيحك خاتي عليها خير الدين ذاتي هذو اللي يرم معك ذروك كانوا ضدك قبل وكانوا مع الحاج محمد رو روا قبل راح حاج محمد رو روا داروا على الحاج محمد رو روا جمعك قدوا تروح التايق قاعدوا عليك ويجوا مع الجاي مع الواقف لهذا يا سيخير الدين ذاتي كالمي اللعب كالمي اللعب كالمي اللعب ما تخممش الضروك خمم لا قد أنا متمنى لك خمم غدوة تسقط من الاتحادية الجزائرية لك ورات القدم تخيل تارك تايق تدير في اعداء زيادة روحك باطن غدوة تسقط قاع هذو ليرك جاي كونتراب وليش كيت بيهم وليش كيت بيهم وليش كيت بيهم دعوة قضائية يبدأوا يطالبوا بالحساب ويبدأوا يطالبوا رئيس الاتحادية الجديدة بفتح الملفات لهذا اخدم الغدوة ما تخدمش الضروك برك هذا هو خلط نصيحتي لك السلام عليكم وتهى الله في الوقت ترجمة نانسي قنقر